تعدلان سلبيان وفوس كبير حصيل التلات مباريات النهاردة في دوري نايف اشتركوا في القناة نهاردة التعدل السلبي كان سيد الموقف في مباراتية طلاع الجيش ضد فاركو والبنك الاهلي مع الاتحاد لكن في مطف سيراميكا وبلدية المحلة كان الوضع مختلف سيراميكا بيحاق فوس كبير بربعية نظيفة على البلدية اللي موقفه بيتصعب جدا في مناطق الخطر وبين المنافسة على القمة والصراع المشتعل في القاع مستنيين مطشط أقوى ومتعبر موسيقى 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 يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر نهاردة في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز طلاع الجيش وفاركو تعدلاء سلبيا دون أهداف نتيجة بالتأكيد ما تخدمش مصالح فاركو تحديدا المباراة شهدت طرد لعمر السعيد في ديئة 89 عمر السعيد في المباراة دي كان له كثير من المواقف الخطيرة جدا وكأنه كان يعني عايز الترد من الآخر يعني كنت مفرج على المباراة وأكتر من كرة الحكم يعني عدى الموقف بس هو قرر الموقف أكتر من مرض حد ما الحكم ادداله انزار تاني بعد ما اخد انزار اول مباراة أخرى أيضا انتهى بالتعادل السلبي ما بين البنك الأهلي والاتحاد أسخندري دون أهداف مباراة تبادل فيها الفريقين الهجمات ولكن دون اهتزاز الشباك في هذه المباراة بنك الأهلي والاتحاد يعني الاتنين موقف جيد في جدول ترتيب الدولة أو موقف مطمئن وآمن في جدول ترتيب الدولة المنطقة المباراة المسيرة جدا النهاردة اللي كانت تقريبا من طرف واحد هي مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة رباعية نظيفة هدف أول مبكر خلص على بلدية المحلة في المباراة دي عن طريق المتقلق جدا الجزائري أحمد كندوسي هدف جيه في الديئة الرابعة من ضربة جزاء وبعد كده بعد الهدف ده قدر صديق جولة يسجل الهدف الثاني في الديئة 17 ونفس اللاعب يسجل الهدف الثاني في الديئة 42 وبعد كده نور علاء الدين يسجل الهدف الرابع والأخير في الديئة 78 وبلدية المحلة موقف ويتأذن جدا جدا في جدول الدوري الممتاز بالمناسبة قبل ما جيلك على الجدول الدوري يقولك الموقف الآن صديق جولة واحد من أفضل الأجانب اللي موجودين في الدوري المصري ده الجملة العامة رأيي أنا الشخصي أنه ده أفضل أجنبي في الدوري المصري بيقدم مستويات رائعة رائعة تصوري هيبقى عليه عليه كصص وحكايات الفاتر للانتقالات وممكن يجي له عروض خارجية كمان لعيب ممتاز ممتاز حكاية يعني جناح ماشي جناح شمال شغال يمين شغال يلعب تحت المهاجم شغال حتى لما بيلعب ساعات مهاجم شغال ممتاز في النواحي الهجومية ممتاز لعيب كبير جدا يعني مبلوله مثلا مش هو مبلوله السنة الفاتر تحديدا بعد كاسر نوم الأفريقية وسامو علي مع كل التقلق ده بس يعتبر مش لعب أجنبي في الدوري المصري غير كده فكروني كده من الأجانب اللي عاملين شغل عظيم ما مش كتير آه طبعا يعني فيستو الميلي مع بيرامدز رائع جدا بس وسط تشكيلة كلها رائعة فبتساعده آآ وليد الكارتي على فترات يعني مش أحسن مش زي الموسم اللي فات نفس القصة اللي بلاتاتوريه علي معلول طبعا قبل الإصابة كان جيد جدا عليها بس خلاص تصاب فالراجل ده صديق جولة أفضل محترف في رأيي في الدوري المصري هذا الموسم تعالى أقول لك جدول ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم تحديدا في منطقة الصراع صراع الهبوط بيرامدز في الصدارة الأهلي تاني مصري تالت كل دول بقى مودرن سبورت رابع سموحة خامس رمية كليو باترة سادس الزمالك سابع ام بي تامن زد تاسع الاتحاد عشر طلاع الجيش حداشر البنك الآلي في الاثناشر الجونة في المركز التلاتاشر تعالى بقى من أول الجونة يعني الجونة والإسماعيلي يعني ممكن تقول بعده بعده يعني بعده عن مناطق الخطر فارقه كمان إلى حد كبير بعد عن مناطق الخطر وإن كان لسه في الصورة التلاتة اللي تحت غالبا هبطوا من آخر يعني التلاتة اللي تحت غالبا هبطوا الوحيد اللي ممكن يتنفس بلدية المحل والمقولة العرب بالمناسبة عشان لسه تمانية وعشرين مباراة يعني المقولة العرب بالعكس المقولة العرب فرصه أفضل كمان بلدية المحل بس عنده مهمة عنده مهمة صعبة جدا الداخلية وبلدية المحل موقفهم في منتهى السوق تحديدا الداخلية خلاص يعني ممكن تعتبره هبط حتى لو رقميا لسه بس الداخلية موقفه صعب جدا بلدية المحل طبعا موقفه صعب هو الآخر مقولة العرب لسه عنده فرصة ضئيلة شواء بس يعني محتاج يشد جامد في المباريات المتبكية لو شد ربما ينجو بنفسه من الهبوط من الدوري الممتاز ده الموقف في الوقت الحالي تعالى بقى على المنافسة على لقب الدوري عندنا مباراة في منتهى الأهمية ما بين الأهل والبيرامدز يوم الاثنين اللي جاي نهاردة تم الإعلان عن طاكم تحكيم المباراة طاكم تحكيم ألماني حكم الساحة في هذه المواجهة هو الحكم فليكس سفير فليكس سفير ده حكم من الحكام الصفوة في ألمانيا واحدة واحدة كده عشان ايه؟ قديك الصورة كاملة الحكم ده واحد ومعا طاكم مساعدين ألمان برضو الحكم ده من حكام الصفوة في ألمانيا اتفقنا؟ هتقول لي ازاي؟ هقول لك أكبر المباراة في ألمانيا بيحكمها لسه محكم سيمي فاينال اليورو ما بين هولندا وانجلترا كان محكم مطش نابلي وبرشلونة فسو من نهاية دولة الأبطال الأخير فهو حكم من المفترض أنه حكم كبير خلاص؟ يعني أنا لو حد في اتحاد الكورة بعد الكلمتين اللي هقولهم دول قال لي لا أنت مش فاهم حاجة ده حكم كبير هيبقى عندهم حق عشان هو حكم كبير صح؟ صح بس الحكم ده اتوقف في 2006 في ألمانيا في قضية تلاعب بنتاج المباراة ست شهور توقف ست شهور ماشي؟ الحكم ده بيلنجهام لما كان بيلعب في دورتموند اتهموا أنه خد رشوة في القضية دي بعد ماتش باير ميونيخ ودورتموند في 2021 لما احتسب ضرب الجزاء على دورتموند اتقال وقتها أنها مش ضرب الجزاء حقيقية فبيلنجهام تلاع حاجمه وبيلنجهام تعاقب وقتها واتغرب ملايا تاني حكم كبير آه له خبرات آه قدار مباراة كبيرة نعم السؤال بقى البسيط جدا ليه نجيب حكم يسير الريبة في الوضع اللي احنا في ده يعني حكم زي ده ممكن ما يبقاش موفق في القرار في اتنين زي الطاقم الأسباني والحكم الأسباني اللي قدار المباراة الأولى بين الأهل والبرامنس كان عنده أخطاق بالجملة عنده أخطاء بس عدناه مش مسكين عليه حاجة يعني جيبنا حكم وكان وقتها ايه بقى تركز معاي كان وقتها الحكم الأسباني ده احنا بنلعب اليورو فحكم الصفوة في أوروبا مش فاضين بيشتغلوا في اليورو فقلنا ماشي اي حاجة اي واحد اجنبي وخلاص اي خواجة وخلاص انا دلوقتي ايه اللي يخليني مضطر اجيب حكم يسير الريبة ليه ما الحكام كلها في العالم أعظم الحكام في العالم قاعدين في بيوتهم فاضين لا بطولة يورو ولا دوري أبطال ولا دوريات شغالة ولا اي حاجة بس أنا تصوري انه الحكم ده لما تم اختياره تم اختياره ايه ما ده لسه محكم نصف نهائي اليورو خلاص شكرا وبالمناسبة انا ما بقولكش انه الحكم ده هيفشل ما بقولكش ان الحكم ده مرتشف اي حد بقى عايز دلو حاجة ويحكم ما فيش كلام ده يعني برضو انا مش بقولك انه الحكم ده جاي وهيبوز المطش لا ده هيمكن يعمل أعظم أداء تحكيمي في تاريخ الحكام الأجنب في اللجوم في مصر انا بسأل ببساطة والله ليه انه حط نفسنا في مواقف والسوشال ميديا كلها تتحرك النهاردة وكله يتكلم ودي حاجة اصل معلنة يعني بس أنا متأكد ان انت مبصتش عليها يعني اللي اختار مبصش على الكلام ده بص بس انه الحكم ده كان بيحكم نصف نهائي اليورو الأخير وده دلالة انه هو حكم كبير تاني حكم كبير حكم كبير بس عليه دوشة ليه بقى نعمل دوشة احنا نفسنا نقصين احنا دوشة ببساطة يعني أنا ما نفسه افهم الدماغ بتودين الفين يعني اللي بيقعد يفكر ده بيفكر ازاي وهل بيفكر قصر عشان هو أنا بقولك هو لو فكر وبص على السبيب الكامل هيقلق فيقولك بلاش ده سوا ما بصش اصلا ماشي نهاردة السفاكس التونسي اعلن عن انضمام محمد الضاو كريستو لاعب النادي الاهلي الى صفوفه على سبيل الاعارة معايا الان عبر زوم جون مارك وكيل اعمال محمد الضاو كريستو يا فندم مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا على الصدافات معكم وشكرا على اغذي من وقتكم بالتأكيد سؤالي الاول على كريستو وصفقة انتقالوا الى الصفاكس التونسي ما حدث في هذه الصفقة وهل كان هناك رغبة من اللاعب الى الانتقال للدولة التونسي تحديدا وهل كان فيه عروض اخرى لللاعب بخلاف الصفاكس التونسي ام لا الاجواء كان لدينا اتفاق لاعارة لمدة عام لنادي الصفاكس التونسي من النادي الاهلي ومن الواضح ان كان لدينا كثير من العروض عدة بلاد وليس فقط تونس وقد اخترنا كما فضل اللاعب ان يوقع مع نادي الصفاكس التونسي وهذا كان من جانبنا نحن هل الصفاكس كانت رغباته الاولى هي شراء اللاعب بشكل نهاية ورفض الاهلي هذا الامر ام كانت رغباته من البداية هي استعارة اللاعب كما تعرف انها اتفاقية بين ناديين فانا هنا فقط اتكلم عن اللاعب وانا اتحدث نيابه عن اللاعب انا اتفهم موقفك انت تريد ان تعرف الموقف بشكل كامل فبالتالي الصفاكس التزم بالجانب الخاص به مع النادي الاهلي لان اللاعب لاعب النادي الاهلي حتى الان فبالتالي هو سيذهب للاعارة فقط وهذا هو كل ما في الامر كل الاطراف في هذه الاتفاقية سعداء ومترادون فاللاعب لديه قصة صعبة في الفترة الماضية في مصر ونريد ان نجد حل لللاعب ليلعب في الاول وهذا هو الاهم بالنسبة لنا واتحدث مرة ثانية من جانبنا من جانب اللاعب نحن فقط نريد لللاعب بداية جديدة ونجاح مع النادي الحالي ونتمنى له الافضل وهذا هو افضل خيار بالنسبة لنا وهذا هو كل ما في الامر هذا هو المهم لنا اذا كان الصفاكس يفضل ان يفعل بند الشراء فبالتالي فبالتالي هذا يرجع لادارة النادي ولكن نحن سعداء نحن سعداء بهذا العقد حتى الان طيب بمناسبة وصفك بان كريستو عاش قصة صعبة في مصر كريستو جاء الى نادي الاهلي وهو واحد من المواهب الشابة الواعدة جدا في تونس لماذا لما يستطع كريستو التأقلم في الاجواء مع النادي الاهلي ومع الكرة القدم المصرية في البداية استطيع ان اكون محددا حينما اقول ان كان لديه ظروف صعبة يكون هذا بالنسبة لعدم اللعب فقط لما لم يلعب هذا هو احترامنا لاختيار المدير الفني المدير الفني قد قرر ان يكون اللاعب وتواجد مع الفريق ولكن النادي الاهلي نعرف انه هو نادي كبير ويشارك الكثير من البطولات فبالتالي ما يمكن ان نقول انا لا اؤمن ان كريستو انا اؤمن ان كريستو لاعب رائع بالطبع ولكن ولكن لمدة عام ونصف كان عليها ان يثبت هذا فالان انا احترم قرار المدير الفني احترم قرار النادي ويجب علينا ان نذهب في طريقنا لنثبت هذا يجب علينا ان نركز لذلك وجدنا هذا الخيار متاحا لنا ومناسبا لنا وهذه هي مرحلة جديدة من حياة محمد هل تحدث معك حول علاقته مع المدير الفني مارس الكولر وهل انت جلست مع مارس الكولر في اي من الوقات او مع النادي الاهلي للحديث عن مستقبل اللاعب او موقف اللاعب مع الفريق ولماذا لا يشارك نعم تحدث مع اللاعب كل يوم وتحدث معه اليوم ومنذ ثلاثة ايام عن علاقته بالنادي وبالمدرب هذا الامر لمدة عام ونصفا اعرف كل شيء اعرف في ماذا يدور في ذهنه اعرف انه لم يكن سعيدا بالوضع في اول موسم كان كان لديه طموحات ان يحقق لحظات تاريخية مع النادي وقد انضم للمنتخب التونسي وكان على ابواب كأس العالم وعلى ابواب الانضمام لبتورة افريقيا فبالتالي كان لديه طموح كبير ولكنه لم يشارك مع الفريق بعد ذلك في بداية الموسم لم تكن بداية جيدة وفجأة بعد ما كان مستعدا جيدا لم يكن جزءا من الفريق فبالتالي لم يكن هذا مرضيا للعب انا احترم هذه هي العقلية التي يجب ان يتحلى بها حينما وقع مع النادي لم يشترط اللعب لكنه كان سعيدا للتوقيع وكان عليها احترام قرار المدرب لان هذا هو المدير الفني الحالي للفريق اعرف ان اللعب ان اللعب ليس له تاريخ كبير وانما انا لا اتشارك ولا اشارك المدير الفني في قراري لا احبظه ولكن يجب علي ان احترمه وصدق لي محمد كريستو سينجح اعرف اللاعب واعرف مهاراتي واعرف عقليته فبالتالي ما حدث خلال الموسم ونصف كانت خبرة وكانت تجربة كبيرة ورائعة لللاعب ان يتعلم منها سنرى من هو كريستو الحقيقي خلال الموسم القادم هل كريستو في حديثه معك ما زال لديه الشغف والرغبة في العودة مرة اخرى للنادي الالي واللعب مع النادي الالي تعني بعد الاعارة نعم بعد الاعارة انظر كما قلت له هو الان في الصفاتي هو كل خيارات مطروحة اذا عاد نعم اعرف انه اعرف ان اللاعب يحب الاهلي كثيرا واعرف ان الاهلي متمسك باللاعب وانا احترم ذلك واحترم الاهلي وانا استمع لهم دائما لدينا علاقة رائعة مع النادي ورغم ان الظروف كانت صعبة بالنسبة لللعب ولكن نعم نحن على تواصل دائما هو الان ذهب للصفاقسي ليجعل هذا الخيار مطروحا لنرى ماذا سيفعل لنرى ماذا يجب عليه ان يفعل اللاعب يجب عليه ان يعمل بجد وان يظهر بالتحديد مهاراتي وسنرى في المستقبل في بعض عقود الاعارة في بعض دول العالم هناك نسبة او اشترات لنسبة معينة لاشتراك اللاعب خلال فترة الاعارة هل هناك نسبة محددة موجودة في عقد الاعارة مع كريستو ونادي الصفاقسي ولا ده محطوط حسب وجهة نظر الجهاز الفني النادي الصفاقسي لا لن اخوض في هذا الامر لان هذه اتفاقية بين الناديين وانا لا يستطيع ان اتدخل فيها اجد ان الامر كان مناسبا انا قد ضغط بالفعل على كلا الطرفين لوافقة لانني ارى مع محمد ان هذا الخيار كان مناسب كل هذه هي التفاصيل الخاصة بالاتفاقية لا استطيع ان اجيب عليها للأسف ولكن ما اقول لك ما يمكن ان اقول لك ان الصفاقسي كان الصفاقسي لديه خيار شراء اللاعب وهذا شرط جيد اذا اعتقدوا انهم يجب عليهم ان يفعلوا ذلك اذا لم يريدوا ذلك فبالتالي فبالتالي الاعارة كانت جيدة بالنسبة لهم وبالنسبة لوظيفتي هي ان اضع لللاعب افضل الظروف وافضل الشروط وهذا ما حدث بالفعل جون مارك وكيل اعمال اللاعب التونسي محمد داو كريستو المعار من النادي الآلي النادي الصفاقسي التونسي طيب اشكر حلاك شكرا جزيلا على هذا اللقاء اعلم بحضراتكم مرة اخرى لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن عادل طايمة قبل الفاصلكن الكابتن عادل بيتكلم على فكرة افضلية النادي الاهلي على البيرامدس بسبب جمهور النادي الاهلي وده السؤالي لي يا كابتن عادل فكرة ان احنا نغلي اسعار التذاكر على الجمهير هذه اللعبة الشعبية المفترض يعني زي ما بتقال في العالم كله لعبة الفقراء لماذا نفعل ذلك المفروض يبقى الأمور دي كلها معمول حسابها في العالم كله بتبص تلاقي فيه تذكرة موسمية انت بتشتريها من بداية الموسم لذلك ما تلاقيش كرسي فاضي صحيح دور الأسباني أو الإنجليزي كل الكراسي ممول يعني كل بيشتري التذكرة الموسمية دي وبيحضر كل الماتشات وبيبقى السعر تقريبا ما فيش حتة ان انا اكيدك علشان امنعك ان جمهورك ييجي فاهم اغلي التذكرة دي مش رياضة دي ليها الرياضة ولا ليها اي نوع من انواع حتى الزوقيا ان انا مفروض لو حتة هغلي يبقى نسبة معينة تراعي انسان الفقير اللي جاي يستمتع كرة عملت علشان المطعة ولا عشان ايه ولا عشان ان انا اعمل حاجة اكايد بيها الناس العملية طبعا مش كده صحيح لذلك لازم فيه هناك حد للموضوع ده ما تبقاش العملية منطلخة كده كل واحد يحط السعر اللي على مزاجه الدرجة الثالثة يبقى ليها من كذا لكذا طيب فنيا المباراة دي الاهلي لها ابن الله ايضا بجانب الجماهير ولا المباراة 50-50 امرها ما تبقى 50-50 امرها امرها ما تبقى 50 لانه هو نادر ايه اللعب بيرمز كام مرة وكسب كام مرة يعني العدد يعني كبير جدا يتناسب مع في كل المناصبات حتى في السوبر مش معنى كده ان انا بقول ان انا باخصف حق بيرمز لا بيرمز فرقة قوية وكل حاجة لكن دايما الادارة والجمهور وقابليه توفيق ربنا لانك انت توفيق مع الانسان اللي بيكتهد والانسان اللي هو يعني بيشتغل صح وبيعمل شغله بيتقان في جميع المجالات حتى في سعر التذكرة لما بتغليها بتغليها 50 جنيه ولا حاجة بتبقى في متناول الانسان الى جانب الجانب الفني مدير الفني بيشتغل وعمل حسابه انه ما يبقاش فيه اي انواع من العنف كل التركيز بيبقى على الاداء الفني فقط مش عملية استفزاز بك راية يستفز فلان وعلشان التاني يستفزه ويعمله طبعا الامور دي كلها خارج نطاق الجانب الفني الناج الاهل بيمركز كل تركيزه على الجانب الفني فقط بحسب توقعاتك كابتن عادل لو الاهل فاز في المباراة القادمة دي يحسم الدوري ولا لسه في كلامك لا في النادي الاهل متربيين على حاجة واحدة الدوري طالما في حد بي نفسك على المركز الاول فانت الدوري بتاعك لحد اخر مباراة اللعيبة متربية على كده وعارفين ده ايه معنى انا اكثر بيرمز ومعنى نخسر الماتش اللي بعديه او اللي بعديه عملتش حاجة وبالتالي التربية موجودة بالشكل ده وده اللعيبة عرفية والادارة عرفية وكل الناس عرفية اللي بيشجعوا كورة من زمان عارفين ان الدوري لما بيبقى الفرق بينك وبين المنافس عدد المباريات لا تناسب انه هو عدد من النقاط عدد من النقاط مش يعرف في الحقك مش يعرف في الحقك ياه كابتن عادل دايما بتشرف ودايما بتنور اللي قاعدة معك دايما قاعدة حلوة وجميلة وبنستفين منها دايما ربنا كرمك انا بشكولك كابتن عادل شكرا جزيلا ختم حلائتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على الف خير